نواصل حل تماري كتاب مدرسي ومع التمرين 51 جد نهاية المتتالية أو الملاحظة لم يقل إلى أين في كل حالة من الحالات التالية مع التحليل ما معنى مع التحليل ثم يعطيك متتاليات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة متتاليات أولا ما معنى مع التحليل بتمعن نبدأ بالمثال الأول واحد على آن نقص ثلاثة آن مربع واحد على آن نقص ثلاثة آن مربع نهاية المتتالية نتركها بالأدد الطبيعي الطريقة الأولى ثم نوزع النهاية فتكون هذه السفر هذه السفر واحد على مال نهاية سفر وهذه زائد مال نهاية في ثلاثة في النقص كان طريقة كنتم فكر فيها نديرها بالتصور نجيب حبة تفاح بعد نروح لجوجل نجيب يسر ناس كثير من الناس حبة تفاح تقسيم عدد كبير جدا من الناس سيأخذ كل واحد سيأخذ كل واحد إذن لو نجيب حبة تفاح نقسمها على عدد كبير جدا من الناس سيأخذ كل واحد عدد صغير جدا بالدرجة كنتم جيب حبة تفاح نقسمها على الناس يسر كل واحد راح يدي دوك داقة الدوك داقة هي السفر الزائد معناها وش نفهم نفهم باللي واحد على مال نهاية تسوي السفر هذه حاجة نتفهم علها حاجة أخرى نتفهم علها مثلا كي تقول لي اثناعش تقسيم اثنان تسوي ستة ستة والاثنان كون يتبدل مكان تحت تكون اثناعش على ستة تسوي اثنان جرب تبدل السفر مال نهاية يعود واحد على السفر مال نهاية اثنان خلاص عادي زوج قواعد الان واحد على مال نهاية السفر واحد على السفر مال نهاية واحد على مال نهاية السفر وهذا مال نهاية حبينا نحولها الى المتغير اكس نتعامل مع الاكس نفس الشيء حبينا ندروا طريقة أخرى كأن الساتذة يتحرجون من فكرة النشر توزيع المتتالية توزيع النهاية على المجموعة عادية يتحرجون من هذه الكتابة احنا ماذا نفعل نقول ان نهاية هذه لوحدها ونهاية هذه لوحدها ونخرج بنفس الحكم جزئية اخرى هو قال احسب النهاية وسكت الى ماذا حتما نحو الزائد مال نهاية لا توجد نهاية اخرى اذا بالنسبة لهذه نفس الشيء واحد على عدد كثير جدا اثنان على عدد كثير جدا سفر سفر تبقى نقص ثلاثة ولا وزع النهاية وزع النهاية هذه وزع النهاية بلا الشكل نأتي الى الاخيرة الى الثالثة بالنسبة لهذه نحولها الى اكس بالنسبة لزائد مال النهاية بالنسبة لزائد مال النهاية ثلاثة على زائد مال النهاية سفر وجذر زائد مال النهاية زائد مال النهاية بالنقص هتعود نقص مال النهاية هنا نقص مال النهاية هنا وعندي هنا اثنان نقص مال النهاية في اثنان نقص مال النهاية ولا وزع النهاية بالنسبة للمثال الرابع تعامل مع ان ولا مع اكس ستجد انها واحد ما لا نهاية ما لا نهاية تحت الجذر تكون واحد على ما لا نهاية الصفر بالنسبة لهذه عندك طريقتين يدير فصل للحالات فصل الحالات ما معناه لما ان زوجي لما ان زوجي العبارة هذه تكون عبارة ولما ان فردي تكون العبارة لما ان زوجي ديكون ناقص واحد بالعقل العكس هنا ناقص واحد اس عدد زوجي هو لي واحد ناقص واحد اس عدد زوجي دي تكون زيد واحد ونقص 1 أس عدد فردي تكون نقص 1 والنهاية هنا 1 على 0 1 على زائد من النهاية 1 على زائد من النهاية يزوز 0 طريقة الأخرى طريقة الحصر عندي نقص 1 أس آن نحصر بين نقص 1 و 1 نقسم على آن نمر إلى النهاية فأجد نفس الكلام بالنسبة للدواء المثلثية بالحصر هذه القيمة تتحرك بين نقص 1 و 1 مهما كان آن نمر إلى النهاية في جميع الأطراف لاحظت التعبير الجميل نمر إلى النهاية في جميع الأطراف ثم تكون هنا نهاية الصفر وتكون هنا هي الصفر فالنهاية الصفر بالنسبة مثل السبع مثل السبع العدد المحصور بين نقص 1 و 1 نهايته تسوي الصفر بما أن 0.7 نقضي ندير حتى نقص 1 هنا بما أن العدد هذا المحصوب بين نقص 1 و 1 فإن نهاية هذا تقولي الصفر بل بالتفصيل النهاية هادي هي هذية هو هذية لماذا الصفر راح تجي الصفر من هذه هذه 10 على 7 أكبر من الواحد تكون زائد من النهاية 1 على زائد من النهاية الصفر راح تجي من هذه حبينا تفاصيل أكثر الثامنة مثل السابعة مثل السابعة إذا وجد عدد بين نقص 1 و 1 فإن نهاية أسه أس آن تسوي الصفر هذه هي هذية الفاصل هذه هذية الخامسة هذية 2 فاصل معناتها هذا المحصول بين نقص 1 و 1 فالنهاية صفر نترجمها بنفس الكلام هذا نترجمها بنفس الكلام هذية إذا كانت كاينة نقص تخرج خارج الأس فقط كفاة تخرج تخرج بنقص 1 أس آن ماذا ما جاتناش حال هذي هذي بنفس الطريقة هذي بنفس الطريقة نقدر العمام رايح العمام رايح هذي راه واحد على ثلاثة الكل أس آن واحد على ثلاثة الكل أس آن وهذا محصول بين نقص 1 و 1 معناتها نهاية أعوزة مخشوة الناش وحدات تتع ناقص حبيت وحدات تكون تتع ناقص إذا أنا هنا وش حبي يقولوا عدد عشري عدد أصم عدد ناطق معليش كنزدوها هنا يا ملاحظة تمالي كتب مدرسي لا تتكرر فما شأنه فما شأنه هذه الاختيارات هنا يقول أنه ينوع إذن هنا لا يكرر الأسئلة مختار قيم بحيث تكون تتمد فكرة على النهايات ما لقيناش ناقص أس آن بلاك ما لقيناش ناقص أس آن ناقص أس آن لقينا هنا يا ناقص واحد أس آن هنا يا ما لقيناش مثلا ناقص واحد على أربعة أس آن مثلا حبيت نلقى واحدة كماريكا الناقص بارك نحاوس نقول لكم كيفاش نتعاملوا معها تخرج خارج القوس مثلا كون جات ناقص هذي ناقص واحد على ثلاثة أس آن هذي كان ناقص خارج النهاية تكون ناقص واحد أس آن في نهاية هذية وهذه النهاية الصفر في الناقص صفر آخر مثال آخر مثال دالة ناطقة دالة ناطقة الأعلى درجة على الأعلى درجة ونختزر كان ملاحظة كان تلاميذ يتوقف في ذا المرحلة ثم يقول ثلث هذا خطأ نتخلص من الآن لو نعوض هنا ما زالت حالة عدم التعيين نتخلص من الآن ثم نحسب النهاية آيوة ها هو الخطأ اللي كنت نحكي عليه هذا خطأ هذي غالطة كما كده إذن نتخلص أولا من الآيكس ثم نحسب النهاية وتنتهي العشر أنثلة وينتهي التمرين فقط كينا ملاحظات هذه وين نحتاجها نحتاجها كنكون في الأساس أس آن كنعود نحسبه في نهاية متتاليات نلقو الأساس أس آن كي أس آن هذا الكي إذا كان محصور بين نقص واحد واحد فإن النهاية تعود تسوي السفر والنهاية المتتالية في آن راح في السفر في الأساس أس آن معاها كذلك تسوي السفر وأحيانا تلقى نهاية المتتالية إ آن تلقاها في آن زائد عدد زائد كن بما أن هذا يسوي السفر سفر زائد كن تسوي كن إذن هذه ركب تحتاجها ضمنيا في المتتاليات إذن واضح جدا أنني كين كلام شفوي كان خلال فيديو ولهذا سأتركها ملاحظة في النسخة الوراقية بأنني كين أفكار قلتها بالفيديو كين ملاحظات ما نقدش نكتب كلش أول ملاحظة تكلمت عليها شفوية أنه قال لك أحسب النهاية وسكت هذا رأى عنوان في الدروس بإذن الله إن شاء الله نديره في الدروس التوعي وش نكتب عنوان في الدروس نكتب هكذا نكتب أحسب النهاية ونسكت كلمة نسكت نكتبها شفو هنا وش قال قال لك جد النهاية وسكت فما معناه جد نهاية المتتالية عندما آن يقول إلي زاد ما ننهاية هذك عندما آن يقول إلي زاد ما ننهاية يحب يقولها يحب ما يقولهاش هذه ملاحظة شفوية ما نش قادر نكتبها ياسر علي الشي اللي كتبتوا ياسر الملاحظة الثانية فكرة توزيع النهاية شفو الحركة هذه مش حركة سهلة هذه هذه رأها حركة مهيس سهلة هذه حركة خطيرة هذه توزيع النهاية على المجموع إذا أستاذكم لم يسمح بذلك فتكون عملية ذهنية بالنسبة لكم هذه بحقق في الجامعة كنا شروط على التوزيع هذه في واحد الفكرة هكذا نهاية أب زائد G تسوي نهاية أب زائد نهاية G هذا كان حل متوفر استعملناه كان اللي فكر بدي الطريقة احترمنا تفكيره هكذا ما نش شوف فيها غالطة زيد وش كان ملاحظات كان فكرة تحويل تحويل عدد طبيعي إلى X لاحظة التعامل تتعامل معك وراها قبيل هذه شوفوا الفرق بين هذا السطر وهذا السطر هذا السطر أنا وزعنا فيه النهاية في الكتابة X و N نحب نتعامل مع X نحب نتعامل مع N نفس الشي زيد هذه الملاحظات اللي شوفتها كان طريقة الحصر طريقة محترمة كذلك طريقة الحصر طريقة محترمة جيدة وخصوصا هنا لاحظ كيف خلصتنا من المشكل كان التعبير اللي حبيتكم تتعلموه هو هذا نمر إلى النهاية في جميع الأطراف هذا التعبير عجبني حبيت نزيده نزيده مع المثال اللي قبله أنا دربنا به هنا نمر إلى النهاية في جميع الأطراف هذه وراها هذه من هنا إلى هنا نمر إلى النهاية في جميع الأطراف إذا كذلك هذه الملاحظات الشفاوية عجبتني أنتم ما قاعدوا تدوشوفوا الفيديو نسيت الملاحظات الشفاوية الأخرى قاعدوا تدوشوفوا الفيديو والملاحظات الشفاوية اللي تعجبكم قاعدوا تجلوها رواحكم أنا بالنسبة لي فيها بركة ننتهى 51 شكرا لكم